الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم و على عبد الله و رسوله محمد و على آله و صحبه أجمعين و بعد فأهلا و مرحبا بكم إخوان الأفاضل و أخوات الفضليات و مع حلقة جديدة من حلقات سلسلتنا كيف و لا زال الحديث موصولا تحت عنوان كيف تصلي و الكلام في كيفية الصلاة عزمنا على أن نفصل فيه لأجل أن نذكر صفة الصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير أن نخرم منها حرفا واحدة إلا أن عقارب الساعة تطاردنا و الوقت يداهمنا و الحلقات يعني قصيرة الوقت كما رأيتم فلأجل هذا رأيت أن آتي على أهم ما نحتاج و ما يحتاج المسلم عليه من أركان الصلاة و أمور الصلاة فقد ذكرنا في اللقاء الماضي كلاما حول قراءة الفاتحة و ذكرنا أن الواجب على كل مسلم أن يعرض فاتحته على أحد القراء أو على أحد المتقنين لقراءة القرآن فإن كان يقرأ الفاتحة على وجه من الخطأ صوب له و إن كان يقرأها على الوجه الصحيح انطلق و مضى في صلاته ذلك أن الفاتحة إن صحت أغنت عن كل سورة سواها من أسماء الفاتحة الكافية لأنها تغني عن كل سورة سواها و تسمى أيضا الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها فلو اقتصر المرء على الصلاة فقط فصلاته فلو اقتصر المرء على الفاتحة فقط صحت صلاته و لو قرأ القرآن كله و أخطأ في الفاتحة فلا صلاة له في حديث معاذ بن جبل وهو حديث مشهور معروف أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم ليلة صلاة العشاء ثم رجع إلى قومه فأمهم في العشاء و صلى بهم و أطال صلى بهم بسورة البقرة فانصرف رجل ممن صلى وراء معاذ و كان قد جاء بناضحه جاء بجمله و عليه آنيته و عليه آنيته التي ذهب يستقي بها الماء فلما أطال معاذ سلم الرجل و صلى لنفسه ثم انصرف فقيل لمعاذ إن فلانا ترك الصلاة و انصرف فقال والله إنه لمنافق والله إنه لمنافق بلغ الخبر الرجل فقال لأشكو أنه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء الرجل رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخبره أن معاذا يطيل وأنه قال كذا وكذا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ هذا القدر من الحديث أظن مشهور معروف من صلى بالناس فليخفف من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة ثم قال ليصلي أحدكم بالشمس وضحاها بالليل إذا يغشى هذا التخفيف الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرجل وقال وأنت يا أخي كيف تصلي سأل عن كيفية الصلاة وأنت كيف تصلي معاذ يطيل أنت كيف تصلي قال يا رسول الله أقرأ فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال عليه الصلاة والسلام حولهما ندند أقرأ فاتحة الكتاب ما ذكر شيئا من القراءة إلا الفاتحة ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام مقرا له حولهما ندند فيجوز للمرء أن يقتصر على الفاتحة فقط لكن المهم أن تكون الفاتحة صحيحة أن يقرأ الإنسان الفاتحة قراءة صحيحة وهذا لفظ أدق فإذا فرغ من الفاتحة أمنه ثم جاء بعد هذا بسورة والسنة أن يقرأ السورة كاملة ولو أن يقرأ من قصار السور فيقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين وأما في الركعتين الأخيرتين فيقتصر على فاتحة الكتاب ثم بعد فراغه من القراءة يسن له أن يسكت سكتة لطيفة فلا يصل تكبيره للركوع بالقراءة فلا يجعل التكبير ملتصقا بالقراءة لا إذا فرغ من القراءة سكت ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فيفصل بين التكبير وبين القراءة والسنة أن لا يأتي بالتكبير قائما وأن لا يأتي بالتكبير راكعا بل يأتي بالتكبير بين الركنين يأتي بتكبيرة الانتقال بعد انتقاله من القيام وقبل استقراره في الركوع فيأتي بها بين الركنين ولا يلزم أن يمطط حتى يستغرق بها ما بين الركنين الله أكبر هذا لا يلزم بل ولا يسن بل يقطع التكبير لكن يأتي به حين يهوي للركوع فإذا ركع فالسنة أن يركع بأن يضع يديه على ركبتي وأن يباعد عضضيه عن فخذي وأن يسوي ظهره ويجعل رأسه حيال الظهر حتى روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ركع حصل ظهره وسواه وجعل رأسه حياله ولو صب عليه الماء لا استقر فمن السنة أن يسوي الإنسان ظهره طبعا من الأخطاء الموجودة إن بعض الناس يضع يديه تحت ركبتي يمسك بالساقن هذا خطأ فيكون الرأس للأسفل وبعض الناس يضع اليد على الفخذ فيقال لا إن كنت مستطيعا غير معذور بمرض ولا كذا فسوي وهاتي السنة وأدنى ما يصح به الركوع أن ينحن المرء إنحناء يستطيع من خلاله أن يصل بيديه إلى ركبتي حتى وإن لم يضع اليدين على الركبتي لكن السنة أن يضع وأن يفرج أصابعه كأنه قابض على ركبتي وهذا كلام سهل ثم إذا رفع المرء رأسه من الركوع فلابد أن يرفع إلى أن يصل إلى حد القائم ولابد أن يقوم مطمئنا مدة يفصل فيها بين رفعه من الركوع ونزوله إلى السجود هذا خطأ شائع بعض الناس يرفع من الركوع لكن لا يصل إلى حد القائم ثم ينزل إلى السجود وهذا ما صلى بل الرجل الذي قال له عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصل كان حاله ذلك كان حاله كذلك ولذا قال له عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة وعلى هذا في الركوع يستقر المرء بعد ركوعه استقرارا يفصل فيه بين حركة النزول والرفع طبعا ما أنه يسن له في هذا أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وما جاء في هذا الباب من الأذكار وإذا رفع لابد أن يصل إلى حد القائم أما أن يرفع كما نقول بين بين ثم ينزل فيقال تركت ركنا عظم الله أجرك وأعظ صلاتك ما صليت لله صلاة كذلك قال الصحابة فيما سلف وذكرناه بل يرفع إلى أن يصل إلى حد القائم وإذا وصل إلى حد القائم استقر قائما واطمئن والطمئن استقرارنا سكون يفصل بين الحركتين ولم بغي له أن يقول عند رفعه سمع الله لمن حمده فإذا استقر قائما قال ربنا ولك الحمد طبعا هناك خلاف بين العلماء في حكم هذه الأذكار هل هي واجبة أو سنة ولولا ضيق الوقت ولولا ضيق الوقت لدخلت في هذا لكن حسب أن أنبه على هذا الذي نبهتك علي يقوم معتدلا ويطمئن ثم ينزل سيجده ينزل على يديه أو ينزل على ركبتيه الأمر في هذا واسع كما أن وضع اليدين هل هو على الصدر أو على السرة أو تحت السرة أو فوق السرة وتحت الصدر الأمر في هذا واسع لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح في هذا الباب وذاك الباب شيء فإن وضعها تحت السرة فله وجه وهو مذهب أحمد وأبي حنيف فإن وضعها فوق السرة وتحت الصدر له وجه وهو مذهب مالك الشافعي إن وضعها على السرة وجه وهو رواي عن أحمد كذلك هنا إن نزل على ركبتيه فله وجه وهو منقول عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو قول الأمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في الجملة عذرا أبو حنيفة وقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإن نزل على يديه فله وجه وهو منقول عن ابن عمر كما عند البخاري وقال به مالك ابن أنس رحمة الله عليه فالأمر واسع إنزل كما تيسر لك على اليدين أو على الركبتين لكن كيف يسجد وكيف يتشهد وكيف يسلم هذا ما نختم به الكلام عن الصلاة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في اللقاء القادم فكونوا معنا في الموعد إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على عبد الله ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين